السلم الله تعالى هو السلام ومن أسمائه السلام تحية المؤمنين في هذه الدنيا السلام وفي الجنة الجنة دار السلام وتحيتهم كذلك يوم يلقونه السلام فهذا هو الأصل في العلاقة بين بني البشر والإسلام رسخ هذه العلاقة بين بني البشر على اختلاف العقائد والأديان واللغات والأجناس والثقافات والأعراف مبنية على أسس الأساس الأول الإيمان بوحدة الأصل الإنساني أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد الأساس الثاني أن الأخوة الإنسانية إعمالها أولى من إهمالها وأشهد أن العبادة كلهم إخوة الأساس الثالث الإيمان بأن الكرامة لمطلق بني البشر ولقد كرمنا بني آدم فهذا التكريم بصفته إنسانا بصرف النظر عن ما يكتسبه من عقيدة أو لون أو كذا جنسي فقط الأمر الرابع أن الاختلاف بين بني البشر في العقائد والأجناس هو واقع بمشيئة الله ولا راد لمشيئته ولا معقب لحكمه ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم خامسا جعل الله ثمرة هذا الاختلاف قال لتعارفوا لتعارفوا فيها ثلاث معاني ليعرف بعضكم بعضا ولتبذلوا المعروف وهذا أصل من أصول السلام ولتحصلوا المعارف والعلوم ثم جعل الله تعالى السبيل لإقناع الناس بهذا الدين هو عبر الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن ولذلك شدد إذا اكتفى مع المؤمنين بالموعظة الحسنة فإنه شدد في العلاقة مع غير المسلمين في الحوار بالتي هي أحسن ثم جعل الأساس لهذه العلاقة وهما يؤكد أن الأصل فيه السلام هو قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم البر جماع حسن الخلق والقصط هو العدل بل ذهب القرطبي إلى أنه الفضل والإحسان العدل أن تعطي الحق الذي لك وتأخذ الحق الذي لك وتؤدي الواجب الذي عليه ولكن الفضل مقام فوق ذلك فإذن هذه سبع قواعد تحكم قاعدة التعارف والتعايش البشري ثم أخيرا هذه السبع تفضي إلى البحث في إطار السلام إلى العيش المشترك والعيش المشترك يعني البحث عن مشتركات النبي عليه الصلاة والسلام في إطار التعاون ممكن هذا العيش المشترك يولد تعاونا على المشتركات هناك بين المنتسبين إلى الشرائع المختلفة قضية أن يتعاون الناس على القيم في قضايا الإيمان أن يتعاون وممكن في قضايا إصحاح البيئة أن يتعاون في قضية الجوائح التي تصيب البشرية الإعمار في الأرض تبادل المصالح وتحقيق الأمن العام فهذه صور والنبي صلى الله عليه وسلم شهد في دارة عبد الله بن جدعان حلفا هذا الحلف الذي أقامه عمه الزبير في مكة وبعض الأخيار كان يقوم على ردع الظالمين ونصرة المستضعفين من أهل مكة قال لقد شهدت في دارة عبد الله بن جدعان حلفا ما أن لي به مثل حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لا أجب هذا عرب بحلف الفضول واليوم العالم محتاج إلى حلف الفضول فهذه كلها تؤسس إلى قاعدة العيش المشتركة المبنى على التعارف الإنساني والسلام بين بني البشر